السلام عليكم مرة أخرى متابعين الكرام مرحبا بالجميع متابعي جديد أحوال الطقس عبر قناتنا عبدو أجدي أتيوف مرحبا بالجميع حسب آخر التحديثات متابعين الكرام وكما نتابع معكم في الصورة وعلى الخريطة تقريبا أول موجة حر شديدة وتعتبر هي الأولى لهذا الموسم ابتداء من يوم الأربعاء السابع عشر من شهر أفريلا تقريبا متابعين الكرام هذه التوقعات ليست ثابتة وممكن تتغير إن شاء الله لكن هذه آخر التحديثات لنهار اليوم موجة حر متابعين الكرام ودرجة حرارة قد تفوق الثاني 42 درجة على المناطق الصحراوية بالإضافة إلى تقريبا الدرجة تقريبا 35 إلى 36 درجة على المناطق الغربية نحية شلف وغليزان وكل مناطق الصحرية الغربية أيضا شمال الصحرا من المتوقع أيضا تسجيل درجة حرارة مرتفعة قد تفوق الثاني 37 درجة بحول الله أي تعالى أقصى الجنوب متابعين الكرام سنسجل الدرجة 42 درجة أو ما يفوق الدرجة 42 إن شاء الله فقط متابعين الكرام استمتعوا بأحوال الطقس هذه الأيام استمتعوا بالهواء البارد استمتعوا بالأمطار الغزيرة استمتعوا بالثلوج على جبال الأوراس لأن متابعين الكرام الحرارة هي في طريقها إلى الجزائر والمرتفع الأزوري أيضا في طريقه إلى الجزائر أتمنى أن تتغير التحديثات وإن شاء الله ما تكونش هذه التحديثات فقط متابعين الكرام سنوافيكم بالجديد وجديدة تحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس فقط كونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة